موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 8 لسن 3 الان يونت الثامن الدرس الثالث عنوان الدرس رايانز هوليدي كوز اختبار عطلة رايان موجودة صفحة 108 من كتاب الطالب صفحة 106 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب بالاسم الاستعاد طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات بربيجنا على الفيسبوك الاستعاد طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية التي تقدرون تلقوموا خلال هذا المعرف صفحة 108 من كتاب الطالب مكتب على صفحة رايانز هوليدي كوز اختبار عطلة رايان مثل ما وضحنا بالدرس السابق انه بنهاية الايميل رايان ذكر جملة قال التقدت الكثير من الصور ما الذي يمكنك رؤيته هذا هو اختبارك الخاص بالعطلة اذن هنا انا بهذا الدرس وصلتني الصور اللي دازها رايان بالايميل مالته وش يطلب من عندي اني اعرف هذين الصور اتنبأ شن اللي عمله بيهن رايان خلال عطلته هذا هو اختبار رايان لك لعمله اخبره ماذا يمكنك رؤيته من خلال هذا الصور اللي راح نعرضها ويمكنك كتابة ايميل كرد على رايان وهل تعتقد بانه اشترى حذية لك خلنا نجي نشوف الصور ونحاول نجيب على الاسئلة والاختبار الخاص برايان فهنا نمطين الصور اللي الاولى صورة الطيارة ش كاتب جواها كاتب we flew there by plane اضطرنا الى هناك بواسطة الطائرة بقية الصور كذلك تكتب نفس هاي الطائقة باعتبار هو هذا اختبار اختبرني يا رايان بالايميل الدزة اللي هي بالدرس السابق فهنا هنا صورة الاهرامات شن اللي ممكن اكتبها عليها مثلا نقول we went or we visited the pyramids قمنا بزيارة الاهرامات بعد صورة هذا الجمل شاقدر اقول اقدر مثلا نقول I rode a camel ركبت على الجمل بعد صورة السوق مثلا نقول we went shopping ذهبنا لتسوق بعد صورة الهداية التذكارية اشتريت الكثير من الهداية التذكارية بعد صورة الاكل مثلا نقول we ate in famous restaurants ركلنا في مطاعم مشهورة مثلا نقول we went by ferry boat on Nile ذهبنا في القارب على نهر النيل وبصورة الاخيرة مثلا نقول we visited ancient places قمنا بزيارة اماكن اثرية او ماكن قديمة هذا ما يخص هذا الاختبار اللي عمل لي يا رايان رسل لي صور بالايميل وقال لي تقدر تحذر هذه الاماكن انا اعرف ان هذه الاهرامات فكتبت جملة بيها الاهرامات هذا كامل جمل كتبت جملة بيها جمل وهكذا مع بقية الصور هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي ننتقل الى كتاب النشاط listen and read the email استمع وقرأ هذا الامايل اذا يطلب من عندنا استمع المقطع الصوتي وبعدها احاول اقرأ الامايل مثل ما يقرأه بالمقطع الصوتي اذا رح نقلق المقطع الصوتي نتبع وياه ونحاول بعدها نقرأ مثل ما اقرأ بالمقطع الصوتي ونوضح مفردات هذا الامايل بعدها رح يقول لي answer the questions in the email اجب على الاسئلة اللي موجودة بداخل هذا الامايل لذلك نحاول نتبع على الاسئلة ونحلويان اثناء قراءتنا الامايل اذا نستمع المقطع الصوتي وبعدها نقرأ ونوضح مفردات الامايل ونجيب على الاسئلة المتعلقة به اذا بعد ما استمنى المقطع الصوتي وتبعنا وياه نحاول الآن نقرأ مثل ما اقرأ بالمقطع الصوتي واثناء قراءتنا اكون مجموعة من الاسئلة رح حاول اجاوب على هذه الاسئلة حسب رأيي بي التمرين بي فهنا نقول hi مرحبا we are going to have birthday party next week سوف نحظى بحفلة عيد ميلاد الاسبوع القادم would you like to come هل ترغب في المجيء هذا السؤال الاول فهنا تسألني تقول لي هل ترغب في المجيء شون اجاب على هذا السؤال اما اقول لها yes please no thanks can you come on saturday هل يمكنك ان تأتي يوم السبت نفسي تهوى السؤال تقول لي هل يمكنك ان تأتي هل يمكنك ان تأتي يوم السبت فهنا نتكمل تقول my mom wants to know what you like to eat and drink ما الذي ترغب في اكله وشربه would you like cola or mango juice هل ترغب في عصير المانجا ام الكولا فهنا لازم اجاب على هذا السؤال بما انه خيارني بين اختيارين اقول لي مثلا i'd prefer cola او i'd prefer mango juice انا افضل الكولا او افضل عصير المانجا would you like pizza or macaroni with cheese and tomatoes هل ترغب بالبيتزا ام الماكرونة بالجبن والطماطا فهنا كذلك خيارتني مثلا اقول i'd prefer pizza وفضل البيتزا there is going to be an ice cream and my mom's famous kleecha سوف يكون هناك ice cream وكليتشة امي المشهورة the party is going to be at the sports club سوف تكون الحفلة في نادي الرياضات where is the club اين انا نادي الرياضات it's on the green street انه على الشارع الاخضر opposite the new bakery مقابل المخبز الجديد and the pharmacy والصيدلية اذا هذا السؤال وجواب نفس الوقت فاكتب بس الجواب مثلا اقول it's on the green street opposite the واكمل الاجابة للنهاية number five اللي هو سؤال الخامس what time is it going to start ما الوقت الذي ستبدأ فيه الحفلة انا سأسأل السؤال والجاوبة نقول at 3.30 فاكتبها كتابة at 3.30 there are going to be games and races وسوف يكون هناك سباقات والعام it's going to be lots of fun سوف يكون هناك الكثير من المرح what present are you going to buy for me ما الهدية التي سوف تشتريها لهذا السؤال اللي لازم اجاوبه حسب رأيي مثلا اقول I am going to buy you watch سوف اشتري ساعة يدوية هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط للقراءة استمال المقطع الصوتي تبعنا ويا قرأنا بعد ما قرأ بمقطع الصوتي وجاوبنا على رسل الموجودة بداخل هذا الايميل هذا كان درسنا لهذا اليوم جاوبنا على الاختبار المتعلق برايان اللي هو عبارة عن صور ارسل ليها عبر الايميل وطلب من عندي اني احذر الاماكن او الاشياء اللي موجودة بهذه الصور كذلك اخذنا الايميل وقلنا ايميل للقراءة استمال المقطع الصوتي من خلاله قرأنا ويا مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي وجاوبنا على الأسل المتعلقة بمجرد انشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعاتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة اشتركوا في القناة